افعل هذه الأشياء لتيسير الرزق ولحماية النفس وحفظ الأهل والأولاد هذا الكلام أيها الأحبة أنا أستند فيه إلى آيات من القرآن العظيم وإلى أحاديث صحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كلكم تذكرون عندما جاء رجل وشكى همه للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمه دعاء تفريج الكرب وذهاب الهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الدعاء أو أن هذه الكلمات فيها مفعول لتفريج الكرب ولها مفعول قوي لإبعاد الهموم أو طرد الهم من صدرك طيب في القرآن الكريم الله عز وجل عندما أخبر النبي أنه يعلم أن هذا الحبيب كان يضيق صدره مما يقولون وبما يقولون فكيف علمه طريقة رائعة للعلاج؟ قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إذن علمه التسبيح والسجود كعلاج للهم والإنسان عندما يضيق رزقه أيها الأحبة يكون في قمة الهموم قمة الهموم تتراكم على الإنسان أثناء ضيق الرزق لأن معظم المشاكل يعني حتى المرض يصبر عليه الإنسان يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى يستسلم أمام الله سبحانه وتعالى ولكن الجوع والعطش ونقص الرزق الإنسان صعب أن يتحمله وبالتالي يعاني هذا الإنسان الذي ضاق رزقه يعاني من هم كبير عندما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا هذه الكلمات سبب في تفريج الهم أخي الحبيب سبب في ذهاب الهم واختفاء الهم وإبعاد الهموم وطرد هذه الهموم الشيء الثاني عندما علم الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم طريقة لعلاج ضيق الصدر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن التسبيح بمجرد أن تقول سبحان الله هذه الكلمة فيها طاقة شفائية وطاقة هائلة جدا موجودة فيها نحن لا نفقه تماما الشجر والمكان من حولنا والكون والمجرات والنجوم وكل الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه نتسبيحهم إنه كان حليما غفورا طيب إذا كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه إذن هناك الكثير من الأشياء نحن لا نفقهها أيها الأحبة ولكن عندما نكثر من التسبيح نلمس نتائج هذا التسبيح ونلمس فوائد هذا التسبيح وقوة هذا التسبيح في علاج الهم ومن أكبر أنواع الهموم ضيق رزق وما يولده من هموم الشيء الثاني أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد أحد الصحابة في غير وقت الصلاة في المسجد وسأله ما الذي يجلسك الآن فشكى له الهم والتين وهذا المزيج اليوم أيها الأحبة معظمنا يعاني منه بسبب الغلاء والوباء وبسبب أن معظم الناس لا يحبون الخير لغيرهم معظم الناس للأسف يعني كل واحد يريد مصلحته الشخصية فقط ولو على حساب الآخرين طيب ما هو الحل أخي الحبيب بكل بساطة النبي علمه دعاء وأكد له أنه إذا قال هذا الدعاء سيذهب الله همه ويقضي دينه طيب ما علاقة الدعاء بقضاء الدين قضاء الدين يحتاج إلى أموال وذهاب الهم يحتاج إلى تغييرات من حولك لكي يذهب هذا الهم يعني إذا لديك مشكلة مع أولادك مع زوجتك مع أهلك مع الآخرين هذه المشكلة بمجرد أنك تقول هذا الدعاء تحل نعم لماذا؟ لأن هذا الدعاء أيها الأحبة دققوا نوعية الكلمات في هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إذن أنت في هذا الدعاء أخي الحبيب أنت استعذت بالله ما معنى استعذت احتميت الآن إذا ذهبت إلى ملكا من ملوك الأرض وقلت له أنا أطلب منك الحماية وهذا الملك تعهد أنه يجيب كل من يدعوه طيب إذن أنت مشكلتك ستحل ضيق الرزق سيعالج والملك هو الذي يتصرف ولست أنت لأنك أنت فشلت وعجزت أنت الآن عاجز تماما عن الرزق وعاجز عن حل هذه المشاكل والهموم إذن في هذه الحالة أخي الحبيب لم يبقى لك إلا أن تلتج إلى الله فعندما تلتج إلى الله وتقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أي يا رب أنا احتميت بك ولذت بك ولجأت إليك فأنت سبحانك حل هذه المشكلة هنا الله عز وجل سوف يهيئ لك أسباب علاج هذه المشاكل يهيئ لك أسباب خفية للرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب هنا لم يقل الله عز وجل ومن يعمل أكثر يرزقه أكثر لم يقل اذهب وادرس فرضا فن الاقتصاد والتجارة والتعاملات وتعلمون علوم الاقتصاد اليوم تقوم على مبادئ معينة قال لك ومن يتق الله طيب ما علاق التقوى بالرزق إذن يجب أن تربط حياتك بالملك سبحانه وتعالى وهو الذي سيهيئ لك أسباب الرزق يهيئ لك أفكار تستطيع أن تأتي بسببها يأتيك الرزق تستطيع من خلال آيات معينة تتلوها تشعر أن صدرك ارتاح مشاكلك حلت وبالتالي في هذه الحالة يصبح لديك قدرة أعلى على معالجة المشاكل والقضاء على الهموم إذن أخي الحبيب الدعاء آيات الرزق موجودة في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الأدعية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام التقوى أن تلتج إلى الله أن تسلم أمرك إلى الله أن تلتزم بتعاليم القرآن اليوم عندما تلتزم بما أمرك الله به أنت أصبحت من عباد الله الصالحين أصبحت من أولياء الله والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب آمنوا الحمد لله كلنا مؤمنون وكانوا يتقون القضية تحتاج إلى تقوى لتتخلص من الخوف من المستقبل من ضيق الرزق مما سيأتي في المستقبل والحزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ستتخلص من الحزن الذي هو حزن على الماضي وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيصلح لك الماضي والحاضر والمستقبل مفتاح السر هو التقوى إذن غالبا في القرآن أيها الأحبة نجد أن التقوى هي مفتاح القضاء على الهم مفتاح الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نجد أن التقوى هي مفتاح لتوسيع الرزق أيضا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يدري كل حساباتك يعني التي حسبتها تفشل يأتيك الرزق من مكان أنت لم تحسبه ولم تعمل له حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق الآخرة فهو القائل ورزق ربك خير وأبقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق